الحقيقة الريت بتاع البريساشن اللي احنا كلنا نتكلم عليه دوت الحقيقة نقدر نحن نحسيبه بالضبط باكواجن مشهورة جدا في المرآي اسمها اللارمور اكواجن. اللارمور اكواجن دي واحدة من اهم الاكواجن او هي بالضبط اهم الاكواجن موجودة عندنا في المرآي. بتقولينا الفريكونسي بتاعت البريساشن اوميجا بتسوي جاما رجال المنجهة تايمز البي زيرو. بمعلومة البي زيرو بتساوي كام? لو انا عارف البي بتاعتي بتساوي كام. اواعد اولا طول احسب الزير المجنيتك ريشو معلومة الدجاج الماجنيتك ريشو واحد اهم بالفريساشن باحتي بتساوي كاما. اه فور اكزامبل لو احناいきالم على الهاجر نيوكليس مسلا فور اكزامبل كمثال يعني. اللي بنتكلم على الدجاج الماجنيتك ريشوة بتاعتها بتساوي 42.6 ميجج أي особенно رغم تغربه ج soit 10% vihcemos. ايبقى معنا كده? ان الفريكونسي بتاعتي 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 البرسيشن بتبقى حوالي 42.6 ميجا هيرتز فدي طبعا مهمة جدا لان هي دي الفريكونسي بتاعتي السيجنل بتاعتي الMRI اللي انا بستقبلها في غاية الاهمية ان انا اكون اعارف الموضوع ده لو انا بتكلم على نفس ازارة الهايدروجين برضو وكنت بتكلم على 1.5 تسلا يبقى معنا كده اضرب 42.6 times 1.5 لو كنت بتكلم على 3 تسلا يبقى اضربها في 3 يعني في 3 عشان برضو احسب منها لايه احسب منها البرسيشن فريكونسي مسابقة دي انواع من النيوكلياي زي ما انتوا شايفين كده هي انواع من النيوكلياي كلها بتبريزنت النيوكليا ماجينياتيك ريزونانسي كل واحدة فيهم لو انا شفتها لايه ان دي واحد دي 19 انا فيها 19 بروتون دي 23 يبقى معنا كده ان فيها 23 بروتون دي 13 كاربور 13 بكلم على ال 13 ده بكلم على المجموعة بتاع البروتونز والنيوترونز اللي هي بكلم على ان هي فيها 13 يعني فيه عذب من نيوترونز بتاعتي تبقى اض فعلى فكرة دي حاجة مهمة اول احنا ناخد بالنا منها ان احنا مش شارف ان يكون عندنا عدد عدد من البروتونز بس يعني ممكن يبقى فيه عندي عدد من نيوترونز ويبقى عندي نيوكليا ماجينياتيك ريزونانسي فكل الحاجات زي ما احنا شايفين كلها بتبريزنت ماجينياتيك ريزونانسي كل واحدة فيهم الحقيقة لها مختلفة فاحنا طبعا ممكن اتخيل لو احنا في نفس الماجينت هو هو لو انا كنت عايز ابص على الهايدروجين في وقت ملوقاتي يعني ابص على زارة الهايدروجين او اعمل مابينج لزارة الهايدروجين او اعمل ايميج لزارة الهايدروجين ببقى محتاج مثلا عندي واحد تسلا ببقى محتاج ان انا استقبل فريقونسي 42.6 يعني الكويل بتاعي اللي بيستقبل مرفوض يبقى بيستقبل الفريقونسي دي اوكي طب لو انا بتكلم على نفس الواحد تسلا دي مع الكاربون 13 لا كاربون 13 بتكلم على حاجة اقل بكتير بتكلم على 10.7 ميجا هرتز اوكي فعمتا لازم بيبقى عارفين كويس او احنا بنعمل ايميج للايه لانه على اساس كده بيتغير جارة الماجينتك ريشو على اساس كده بيتغير لي البريسيشن فريقونسي بتاعتي وبالتالي لازم الكويل بتاعي يتغير يعني نفس الماجينت هو هو او نفس الماجينتك ريزونانس ايميج سيستم بتاعي بيبقى هو هو بيركب له يعني كويل مختلف ويبقى فيه هاردوير مختلف بيبقى الفريقونسي بتاعه مختلف عشان اقدر استعمله ان انا اصور بيبقى على الهيدروجين او على السوديم او على الكاربون 13 او الحاجات دي كلها بيبقى هو نفس السيستم هو هو يعني من ناحية الماجينتك فيل نفسه ما بيقاش محتاجين نغير محتاجين نغير بقى ايه الهاردوير الموجود اللي هو بيرسل ويستقبل الفريقونسي اللي هي مقابلة البرسيشن فريقونسي بتاعت كل واحدة من يوكتير اللي بتكلم عليه شكرا